اشتركوا في القناة ودعم الكوادر البحرينية الإعلامية وبهذه المناسبة صرح سعادة وزير الإعلام بأهمية تدريب وتعزيز الكوادر الإعلامية الشابة على اعتبار أن الموهبة هي أحد أهم اللبنات الأساسية للإبداع وإيمانا بأن رعايتها والاهتمام بها بشكل مبكر يساهم في عملية تنميتها والنضوجها كما شكر صندوق العمل تمكين على دعمه الدائم للمبادرات الإعلامية التي تسهم في تعزيز قدرات الشباب البحريني وتمنى سعدته أن تثمر هذه الجائزة بفتح آفاق جديدة للشباب الواعد بعد شهرين من التدريب المكثف برفقة أخصائيين في المجالات الإعلامية وتهدف الجائزة إلى كشف المواهب الإعلامية في مجال الإعداد والتقديم لإثراء المحتوى المسموع والمرئي من خلال تأهيل هذه المواهب للسوق الإعلامية المحلية والإقليبية وتندرج الجائزة تحت مبادرات مختبر المبدعين الذي أطلقته وزارة الإعلام العام الماضي وترتكز في نسختها لهذا العام على موضوع تقديم وإعداد البرامج الإذاعية والتلفزيونية وتضم الجائزة مسابقتين في مجال الإعداد والتقديم باللغتين العربية والإنجليزية وسيكون باب التقديم للجائزة مفتوحا خلال الفترة من السابع عشر وحتى الثلاثين من سبتمبر الجاري ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة